أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد العاشر من إصداره ربع سنوي بشأن الصادرات السلعية غير البترولية وأشار إلى انخفاض قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الثاني من عام 2023 حيث بلغ 7.5 مليار دولار مقارنة بنحو 8.4 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 وذلك بنسبة انخفاض تقدر ب10.7% ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الواردات غير البترولية